السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكنا طالبات الصف التاسع في مادة اللغة العربية واليوم بإذن الله نستكمل الوحدة الثالثة ودرس جديد من دروس الاستماع وروح الحياة القيمة القيمة الأسبوعية هي الأمانة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعضكم به إن الله سميعا بصيرا صدق الله العظيم فالأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها وهي أحد أخلاق الإسلام وأساس من أسسه وهي الفريضة العظيمة التي رفضت الجبال والسماوات والأرض حملها وحملها الإنسان وأمرنا الله بأداء الأمانة عندما ذكره في الكرآن الكريم كما جعل النبي محمد بن الأمانة دليلا على حسن خلق المرء وإيمان ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الإمام علي بن أبي طالب أفضل الإيمان الأمانة وأقبح الأخلاق الخيانة إذن فالأمانة من خلق المؤمنين لذلك طالباتي أوصيكونا أن تتحلينا بالأمانة تدريب تنشيطي بييني سبب كتابة الهمزة المتوسطة على الشكل الذي جاءت عليه فيما يأتي هيا عارزتي للإسلام شأن عظيم كلمة شأن لماذا جاءت الهمزة على الألف؟ أحسنتي لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح لذلك كتبت على الألف اثنان يؤدي المؤمن صلاته في جماعة يؤدي المؤمن فنجد كلمة المؤمن الهمزة على الواو لماذا؟ لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم وبالطبع أتضم أقوى من السكون لذلك كتبت على الواو الاستماع وروح الحياة الأهداف أن تستندج الطالبة أهم الأفكار الرئيسة والفرعية عن طريق النص المسموع استنتاجا صحيحا أن تحدد الطالبة من خلال استماعها للنص موضوعات الحديث تحديدا دقيقا أن توضح الطالبة دلالة نبرة صوت المتحدث توضيحا صحيحا أن تحدد الطالبة موقف المتحدث من الحرية تحديدا دقيقا أولا قبل استماعك المقطع الصوتي عليك مراعاة الإرشادات الآتية استمع بتركيز متجنبة العامة المشتتة من حولك يمكنك كتابة أهم من نقاط النص المسموع في المكان المخصص لذلك بهذا المربع استماع روح الحياة الاستماع للنص لتحديد الأفكار الرئيسة والفرعية هيا عزيزتي استمعي إلى هذا النص روح الحياة إنها الحرية أجمل القيم والمشاعر التي يعيشها الإنسان في حياته والسلعة الباخذة الثمن التي يضحي الأحرار من الناس بأموالهم وأرواحهم في سبيل تحصيلها لأنفسهم وأوطانهم إنها شعور رائع يلازم الإنسان في كل مناح الحياة أينما ذهب ويحتاج أن يعيشها في كل المواقف والأماكن فهي في رأي المنفلوط شمس يجب أن تشرق في كل نفس فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة يتصل أولها بظلمة الرحم وآخرها بظلمة القبر الحرية هي الحياة ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال لذا كن على يقين بأن حريتك هي إعلان عن قيمتك في الحياة فلا تفرط فيها وعلم أن الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات فالمرء إما أن يكون حرا أو لا يكون كما صرخ بذلك نيلسون ماندلا ومع هذا كله هناك الكثيرون ممن لا يقدرون الحرية هناك الكثيرون ممن لا يقدرون الحرية قدرها الذي تستحق ويتهاونون في شأنها تهاونا يفقدهم احترام الآخرين لهم ويفقدهم أنفسهم أحيانا فكم من إنسان فقد حريته بتهور غير مبرر وكم من إنسان تعد على حرية الآخرين بقلة وعيه وإدراكه أو سوء خلقه ألا يجب علينا أن نحترم القانون لنمنح أنفسنا فرصة التمتع بها ألا يجب علينا أن نراعي أقوالنا وأفعالنا كي نعيش لحظاتها باطمئنان فكم من الحسرة والندامة سنعيشها لو قارننا بين حياة نعيشها ونحن أحرار وبين حياة نعيشها وقد فقدنا الحرية إن هذه القيمة ملازمة لك أيها الإنسان وخلقت لأجلك فعيش لحظاتها بفهم وخلق ولا تترك التهور يقودك فترحل عنك تمهل عند قيادتك المركبة تلطف في معاملتك للجار والصديق والعامل لا تؤذي غيرك بلفظ أو سلوك فتمتعك بحريتك لا يكون على حساب حريات الآخرين فكل تصرف شائن منك قد يكون سبباً في أن تخسر قيمتك وحريتك التي تجلب لك الحركة والحياة السعيدة وتجمعك مع من تحب من دون أي قيود وتأكد أن من لا يعرف قيمة الحرية فهو لم يعيش الحياة كما يجب لذا أبعد نفسك عن كل ما يمكنه مصادرة حريتك من مخدرات وتدخين وغيرها من الآفات التي تجعلك أسيراً لتعاطيها كن حراً أنيقاً محبوباً واعياً كما أراد الله لك ولا تستلذ بطعم العبودية لأحد أو شيء سوى عبودية الخالق التي هي جوهر حريتك بعد استماعك إلى نص أجيبي عن الآتي هيا عزيزتي ما الفكرة الرئيسة للنص المسموع من خلال استماعك؟ بما شبه المنفلوطي الحرية؟ ما العامل التي تؤدي لضياع الحرية كما فهمت من النص؟ وأخيراً اذكري بعض النصائح التي قدمها المتحدث للحفاظ على الحرية عن طريق النص المسموع هيا عزتي سجلي إجابات هذه الأسئلة في دفتري ثانياً استمع إلى النص ثم أجيبي عن الأسئلة الثلاثة الآتية السؤال الأول ما الفكرة التي عبر عنها المتحدث في مقدمة النص؟ ما الفكرة التي عبر عنها المتحدث في مقدمة النص؟ الفكرة هي الحرية روح الحياة وأغلى ما يملكه الإنسان ويجب الحفاظ عليها والدفاع عنها بكل ما نملوك السؤال الثاني ضع علامة صح جانب العبارة الصحيحة وعلامة خطأ جانب العبارة الغير الصحيحة فيما يأتي ألف شبه المنفضوطي الحرية بأنها شمس تضيء حياة الإنسان هل هذه جملة صحيحة أم خطأ؟ بالطبع صحيحة شبه المتحدث حياة الفرد الفقد الحرية بحياة اللعبة المتحركة نعم الإجابة صحيحة جيم من العوامل التي ذكرها المتحدث لضياع الحرية الخلل في الإيمان والعقيدة خطأ السؤال الثالث ما عقبة من لا يقدر الحرية كما ورد في النص المسموه؟ التهاون بالحرية يفقدم احترام الآخرين لهم ويفقدم أنفسهم أحيانا ويمضون حياتهم في ظلام الروح السؤال الرابع أي النصائح الآتية قدمها المتحدث للحفاظ على الحرية؟ هيا عزيزتي هل قول كلمة الحق؟ اللطف في المعاملة مساعدة المظلومين الاستفادة من التجارب أحسنتي اللطف في المعاملة السؤال الخامس أي الأسئلة الآتية تناسب ما قاله نيلسون في النص المسموع؟ كيف نحافظ على جرعات الحرية؟ هل يمكن إعطاء الحرية على جرعات؟ من المسؤول على تقسيم الحرية إلى جرعات؟ ما الموقف التي نحتاج فيها إلى جرعات الحرية؟ أي أسئلة قالها نيلسون عزيزتي هل يمكن إعطاء الحرية على جرعات؟ السؤال السادس دلت نبر صوت المتحدث عند قراءته مقولة نيلسون على التحصر، التأكيد، التعجب، التمني نعم أحسنتي التأكيد السؤال السابع ما الآفات التي طلب المتحدث الابتعاد عنها في خاتمة النص؟ ولماذا طلب ذلك؟ الآفات هي المخدرات والتدخين السبب حتى حتى تستلز بطعم العبودية للخالق عز وجل السؤال الثامن اطرح سؤالا جديدا من تعبيرك يعينك جوابه على فهم الموضوع السؤال ما حدود الحرية التي يجب أن لا يتعداها الإنسان؟ السؤال التاسع ما موقف المتحدث من موضوع النص الذي استمعت إليه؟ هل يشكك في فائدة الحرية؟ هل يعتقد بضرورة تقييد الحرية؟ يناشط بمنح الحرية؟ يرى أن الحرية حق للإنسان؟ هيا عزيزتي أحسنتي يرى أن الحرية حق للإنسان ومسؤولية عليه السؤال العاشر فتم المتحدث النص بفكرة عن العبودية وضح هذه الفكرة وبين مدى مناسبة هذه الفكرة لموضوع النص الفكرة عبودية الخالق هي جوهرة الحرية بمعنى أن الإنسان بعبوديته يستطيع أن ينال حرية ويحافظ على حرية الآخرين أما الفكرة تناسب أم لا؟ نعم التكرى نسبة الموضوع لأن النص تحدث عن عدد أنواع من الحريات ومنها حرية الروح وهنا نصل إلى نهاية درس اليوم أترككم في رعاية الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة